خزان أسوان محور البديل لخزان أسوان وطبعا الفريق الكامل وزير وزير النقل وده يمكن محاور التنموية اللي على نهر النيل زي ما حاج بتشوف كده وطبعا ده يعني بيكون بيعمل ربط ما بين شبكة الطرق القومية ما بين غرب النيل وشرق النيل وهو ده مش كبري أنا مش باتكلم على كبري باتكلم على محور محور يعني هنا بنتكلم على أولا فيه أعمال زي ما احنا بنشوف مع حضراتكم فيه طبعا ثلاث حارات في كل اتجاه رايح جاي يعني بدل الأول كانت هي حارة بتاخد عربية أنا رحت خزان أسوان ده رحته خزان اللي هو القديم اللي هو موجود اللي بقى لأكتر من مئة سنة يمكن مئة وعشرين سنة ولا حاجة فالخزان ده هو طريق صغير قوي يدوب يا عبد العربية ملاكي حتى ما ياخدش يعني عربيات نقل ولا بضايع ولا غير وبالتالي كان اللي عايز يعدي حتى بضايع أو شاحنات أو يعدي أو حتى يدوب السياحية لازم يروح كبري بعيد يمكن تلاتين اربعين كيلو من الخزان عشان يعرف يعدي طب انت النهاردة يبقى ده بتساعد السياحة ازاي وبتساعد حتى وسائل النقل ازاي لا النهاردة بتعمل محور تنموي وكمان يعني الحركة المرورية تبقى موجودة على المحور الجديد بدل حتى ما كانت على المحور الأديم أو الخزان الأديم بتنتقل إلى المحور الجديد لحاكم تشوفوه تعمل مناطق تنموية وخدمية في هذه المناطق وبالتالي فرص عمل كمان كتيرة توفرها للناس هناك بتسهل حركة المواطنين والمشروعات التنموية اللي موجودة في كل محافظات بتاعتنا جنوب الوادي كله مشروعات تنموية من البحر الأحمر إلى كل الوادي في مشروعات النهاردة بسم الله ما شاء الله تروح ابو سنبل ولا تروح تشكة ولا تروح بيرنيس ولا تروح تربط المناطق التنموية بالكامل أيضا الربط مع طريق القاهرة أسوان محاور خاصة ربط قاهرة أسوان القاهرة أبو سنبل أو أسوان أبو سنبل حتى كمان وبالتالي يبقى عندك هنا نقلة كبيرة جدا في هذه المحاور هياكم عارفين طبعا ما قبل 2014 حاجة وبعدها حاجة تانية قبل 2014 كان عشان تلاقي مكان تعدي منه كل مثلا ميت كيلو يعني كان بالضبط عندنا طريق تعدي منه أسيط وطريق في سوهاج بس ميت كيلو ما بين أسيط وسوهاج النهاردة لا النهاردة ما بين أسيط وسوهاج شوف عندنا في طمى محور طمى محور عندنا بتعمل كمان في المراغة بعدين كمان محور وعندك بعد كده في سوهاج يبقى كل 25 كيلو عندك محور النهاردة بينقل الحركة ما بين الشرق والغرب والعكس كل دي محاور نقل بتساعد الناس وخدمات للمشروعات التنمية اللي بتتم مجتمعات العمرانية الهائلة اللي بتتعمل في محافظات الصعيد بالكامل يبقى أنت عملت النهاردة محاور كبيرة جدا وبنتكلم على يمكن أكتر من 30 يمكن ويمكن يقترب من 40 محور لو أنا متذكر الرقم كمان ويمكن يوصل رقم أكتر من كده كمان يمكن يوصل 50 ولا حاجة عدد المحاور اللي هي بتتم فيه على مستوى المحافظات وبالتالي فيه نقلة كبيرة جدا في محافظات الصعيد في عملية النقل وعملية المشروعات القومية والمحاور اللي هي ربط ما بين الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي والنقل كمان إلى تشكة وإلى أسوان وإلى بوسمبل وحركة التجارة وتنشيط حركة التجارة فيه مختلف بين المحافظات وبين مصر كمان والدول الإفريقية انت بتكلم على أرقين وبتكلم على ربط كمان مع أسوان ويبقى الحركة اللي هي بنتكلم عليها النهاردة فيه المحور بديل خزان أسوان رئيس الوزراء كمان النهاردة عمل جولة في معرض السلع الغذائية إنه في الآخر لازم يشوف السلع والمعرض في إيه والناس ويطمئن كمان ورئيس الوزراء كان حريص النهاردة على الرسائل المهمة خاصة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين ده مع ترجمة نانسي قنقر